اشتركوا في القناة وأضاف أن البنك لن يتحرك على سعيد الوضع الحال لعملة الوطنية وأن ريال معاوم بسعر السوق يأتي هذا في وقت يتراوح فيه سعر سرف الدولار خلال عملية الشراء والبيع مما بين 560 و 565 ريال حذرت جميع تصرفين اليمنين من عمليات تدول عمليات البيع والشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعية وقالت في بيان لها إن هذا الاجراء يخلق طلبا غير حقيقي وسوقا سوداء في تجارة العملات الاجنبية وتعد جزءا من أسباب تقلبات سعر السرف بهدف الحصول على فوارق الربح دون الإدراك لمخاطرها وأضرارها على الاقتصاد الوطنية واعتبرت الجمعية ذلك مخالفا لأحكام القانون النافذ ولقواعد وأصول عمل مصرفي وتجارية ويتنافى مع أخلاقية مهنة الصرافة أكد أصحاب مخابز وأفران في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي فرضت على كل مخبز 200 ألف ريال لدعم الاحتفال بالمورد النبوية وأضافت أن معظم المخابز والأفران أضطر أصحابها لإغلاقها كي لا يتعرضون لابتزاز الميليشيات التي جعلت من أموالهم فيدا ومغنما غير مدركة الخسائر التي يتعرضون لها نتيجة ارتفاع مادة الديزل والغاز وكذلك الحضب ما أدى إلى أزمة في الخبز يعاني بسببها المواطنون بحث رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية مع رئيس التنفيذي لشركة الأفكو ورئيس شركة آيركاب لتأجير الطائرات في الكويت إمكانية استئجار طائرات لتعزيز أسطول اليمنية وأبدأ رئيس شركة الأفكو وآيركاب استعدادهما لرفت شركة اليمنية بعدد من الطائرات بنظام الإيجار عند استقرار الأوضاع الأمنية في اليمن وأخيرا حتى البنك الدولي لبنان على تشكيل حكومة جديدة سريعا محذرا من تزايد الفقر والبطالة في البلاد إلى 50% وتفاقم الوضع الاقتصادية ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حراكا شعبيا غير مسبوق للمطالبة بتحسين أوضاع المعيشية وتحجيم الفساد ويشهد لبنان تدهورا اقتصاديا وتراكما في الديون وصل إلى 86 مليار دولار أي ما يعادل 150% من إجمالية الناتج المحلية